دورتي مشاهدينا ناخد حضراتكم ونروح لموجز وهم وآخر الأخبار مع منا تفضل يا منا شكرا لك هدير الثامنة صباحا بتوقيت القاهرة السادسة بتوقيت جرينتش موجز الأخبار من التليفزيون المصرية أهلا بكم هنأ الرئيس عبدالفتاح السيسي الشيخ محمد بن زايد النهيان على ثقة شعب الإمارات في توليه مقاليد الحكم رئيسا لدولة الإمارات العربية الشقيقة كان الرئيس السيسي قد تقدم بواجب العزاء في وفاة الشيخ خليفة بن زايد النهيان هذا وقد عاد الرئيس السيسي إلى أرض الوطن بعد زيارة دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة يواصل الناخبون اللبنانيون الإدلاء بأصواتهم في المرحلة الأخيرة والرئيسية من الانتخابات النيابية لاختيار ممثلهم في البرلمان وتقام الانتخابات في جولة واحدة بنظام القائمة النسبية في 15 دائرة انتخابية كبرى و26 دائرة انتخابية صغرى على مستوى الجمهورية ويتنافس في الانتخابات 817 مرشحا ضمن 103 قوائم انتخابية على 128 مقعدا من جهته أكد وزير الدفاع عن لبناني موريس سليم جاهزية الجيش لمنع آية عملية تخل بأمن الانتخابات أعلنت خلية الإعلام الأمني العراقي العثور على أربعة أوكار للإرهابيين في محافظة صلاح الدين شمالي البلاد وأشارت خلية الإعلام الأمني إلى أن القوات عثرت على عبوات ناسفة وقنابل وصاروخ تالف ومنصة إطلاق سواريخ وبطاريتي تفجير عبوات تالفة كما تم تدمير وكرين قدمين للإرهابيين ومجموعة من مخلفات تنظيم داعش الإرهابي التقى رئيس الأوكراني فولاديمير زيلنسكي في كييف مع وفد برلماني أمريكي بقيادة ميتش مكونل زعيم الأقلية الجمهورية في مجلس الشيوخ وأعرب زيلنسكي خلال اللقاء عن تطلعه إلى دعم الولايات المتحدة لفرض عقوبات جديدة على روسيا على خلفية عمليتها العسكرية في أوكرانيا وأشدد الرئيس الأوكراني على أن زيارة تؤكد الدعم القوي لبلاده وقوة العلاقات بين الشعبين الأمريكي والأوكراني مشيرا إلى أنه ناقش مع الوفد الدعم المالي والعسكرية لأوكرانيا والعقوبات ضد روسيا نفت روسيا مزاعمة بأن أوكرانيا ألحقت أضرارا بسفينة إمدادات تابعة لبحريتها في البحر الأسود ونشرت وزارة الدفاع الروسية صورا قالت أنها التقطت للسفينة في ميناء سيفاستوبول على البحر الأسود في شبه جزيرة القرم كانت السلطات العسكرية في منطقة أودسا بجنوب أوكرانيا قد أعلنت أن القوات البحرية الأوكرانية قصفت السفينة فيزيفيلود بروبوف مما تسبب في اشتعال النار بها قتل عشرة أشخاص وأصيب ثلاثة آخرون في حادثة إطلاق نار بمدينة بافلو بولاية نيويورك الأمريكية وأعلنت السلطات أن منفذ الحادث الذي كان مدجا بالسلاح استسلم لقوات الشرطة بعد أن تم حصاره مضيفة أنه سيتم التحقيق في الحادث باعتباره جريمة كراهية وعملا من أعمال التطرف العنيف بدافع العنصرية وقالت السلطات أن الجان الذي كان مسلحا ببندقية هجومية جاء إلى المدينة من مقاطعة في نيويورك على بعد ساعات لاستهداف المدجر في هجوم بثه على الإنترنت وقال مسؤولون أن إحدى عشر من بين ثلاثة عشر شخصا أصيبوا بالرصاص من دوي البشرة السمراء ورياضيا تأهل الأهل لنهاء دور أبطال أفريقيا للمرة الثالثة على التوالي والخامسة عشر في تاريخه بعد تعادله أمام ضيفه وفاق سطيف الجزائري بهدفين لكل منهما في إياب دور نصف النهائي للدور أبطال أفريقيا ثنائية الفريق الأحمر حملت توقيع كل من أحمد عبد الآدر ومحمد شريف بينما سجلت سنائية أصحاب الأرض كل من أحمد قندوسي ورياض عيادة كان الأهل قد حقق الفوز في لقاء الذهاب برباعية نظيفة ليتأهل للنهائي بنتيجة ستة اتنين بمجموع المبارتين ليضرب موعدا في النهائي مع الوداد المغربي يوم الثلاثين من مايو الجاري انتهى مجازة ثامنة وعودة لاستكمال باقي فقرات صباح الخير يا مصر بعض الفاصل ترجمة نانسي قنقر